لعينا مباراة كبيرة جداً قدام المغرب مباراة كبيرة جداً قدام كوتيفور والناس بعد ما كيف بتبعها الآن احنا داخلين اي مباراة من دول نقول ايه؟ يا رب احنا غريباً هنخسر غريباً هنخسر للنسبة الاكبر ان احنا هنخسر دلوقتي حصل حالة طمأنينة زيادة عند الناس اللي هو قال لك ايه هنخش مباراة الكاميرون احنا بس خايفين من الجمهور والحكم لكن كمنافس هو اسهل من المغرب وكوتيفور الكلام دا مظبوط هو منافس اسهل من المغرب وكوتيفور من وجهة نظري اه يعني انت لو هتتكلم على مستوى الفروق القوة ما بين كوتيفور والمغرب والكاميرون لا الكوتيفور والكاميرون عندهم افضلية وعايز اقول لك الحاجة كوتيفور كانت منافس مع الكاميرون لحد الثواني الاخيرة على من اللي هياخد بطاقة العبور للمرحلة الاخيرة في كاس العالم ولكن هدف كارل توكو اي كامبي اللي سجله هو لدههم الافضلية ولكن كوتيفور منتخب قوي جدا منتخب الكاميروني عنده مشاكل كبيرة جدا يا كريم لما انت تقضى تتفرج عليه منتخب الكاميروني كل المباراة تلقى في اهداف يمكن الا المباراة الاخيرة بتاعة الجامبيا عنده تقل في لعاب مايكل نجادون جدوي الراجل اللي كان بيلعب معه حتى في 2017 اللي بيلعب حاليا في جنت تشارلز الراجل اللي بيلعب في نانت الفرنسي عندهم تقل شواه في حتة التحولات السريعة ودي النقطة اعتقد عبالية كارلوس كيروش ان انت لما بتخطف الكورة لازم تنظم الهجمة السريعة ما تستناش لما يتمركزهم لما بيتمركزهم المنتخب الكاميروني بيتمسكوا دفاعيا بشكل جيد لما تتفرج على الاهداف اللي تلقتها شباك الكاميرون في البطولة هتلاقي اغلبة جاية من التحولات السريعة لان عندهم مشاكل كبيرة جدا انانا احيانا بيغيب عن التركيز مع ان انانا واحد من افضل الحراس اللي خلاص اقتربة من الانتر وانانا كان يعني عنده مشكلة شوية بسبب الاقاف اللي حصله مرجعش للمستوى ورده اللي احنا قلنا شايفينه عليه قبل كده في اكس هم بيتميزهم بشيء مهم جدا الاطراف هم اللي بيشغلهم الاتنين المهاجمين اللي موجودين عندهم زي ما لما توقف واحد زي اشرف حكيمي يبقى انت ان شاء الله في المتناول انت تقدر توقف فيه زي ما عمانت في كون ديبور لما وقفت نيكولاس بيبي وقفت كمان كونان ليفت باج بتعم العظيم بسبب محمد صلاح طبعا وستجي أوريلي البكرة بس اتكلم كمان كان كونان مفتاح لعبة عظيم بسبب محمد صلاح بالزبط وقفت النحية التانية نيكولاس بيبي مع النحية اليمين فانت وقفت التمويل تمام فانت تقول له الوقت اوقف التمويل اصلا بالزبط انه طوله الزهير الايصار بلعف السيات الامريكي وكارتوكو إكيم بلعب ليونو ولعب النصر السعودي في الكور العرضية المرسلة ويمكن الاتنين للحداشر هدف هم اللي مسجلين للحداشر هدف بيفكروني كده ب57 لما سجلنا في البطولة ستة أهداف ستة أهداف كانوا من اتنين اللاعبات اتنين اللاعبات ومن نادي واحد نادرة حاد السكنداري كابتن رقفة تعطية والكابتن الديبة لما فاز كمان بلقب لقب الأفضل في البطولة وكان هدف البطولة واللعاب الوحيد في التاريخ اللي سجل سوبر هاتف في الممران النهاية وكان أمام أسيوبية عفنا بحب فيك ايه؟ معنومات التاريخية كده اللي بتتاخد ايه اسموزي كده الليقه في النص كده ايه ألاقي تاتة ربع معنومات كده بسرعة كده وانت ساهم ايدك وانت ساهم ايدك طيب حنلعب ان شاء الله قدام الكاميرا اللي عرفنا دلوقتي النقاط القوة ونقاط الضعف في المنتخب الكاميرا احنا نستغل ايه من نقاط قوتنا بكرة؟ احنا مفهول نلعب بتشكيل عامل ازاي؟ ايه الطريقة المسلة اللي نلعب بيها بكرة مع المنتخب الكاميرا؟ ما اعتقدش يا كريمي انه هيبقى فيه اختلافات كبيرة في التشكيلة يمكن احنا هنبقى مجبرين على بعض الأمور يعني وكلمة مجبرين ما بقتش كلمة عيب عندنا ايوه ما بقتش يتطمن اي لعبة يخش انا تماما حدش كان يتخيل ان محمد عبدالي يميقدي الاداء الخيالي ده عمر كمال عبدالوح عمر كمال عبدالوح ما كانش حد يتخيل انه يلعب بنص الطاقة الفنية اللي بيلعب بيها دي صح عبو جبل يجي من بعيد بعد الشناو يعمل زي مستوى الشناو كمان بالزبط انت كده بقت متطمن يعني انت الميزة في البطولة ان انت الاساسي والبديل وبديل البديل انت بقت متطمن صح تحس ان فعلا وما بقولش الاولاد تقليلا منهم لكن احنا منحبنا لهم الاولاد فعلا نازلين ومركزين تركيز اكتر ممتازة تخطى المية في المية فبالتالي انت ما عندكش اي مشكلة مش حصل تغييرات كثيرة يعني انت ممكن الونش هيبقى موجود مكان احمد حجازي لان خلاص للأسف ان احمد حجازي مش مكمل معنا البطولة هيبقى هو محمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد وفاتوح ومعاك ابو جبل ان برضو الشناوي صعب انه يلحق بالمباراة ومش حيلحق المباراة بالفعل السلاسة بقى اللي في خط الوسط هي دي اللي ممكن يكون فيها لان السلاسة الامامة معروف مرموش وصلاح ومصطفى محمد لا واثنين من في النص معروفين السلاية والنال هنا بقى انت هتلعب هتشوف بقى مين اللي ممكن يكون موجود تالت حسب الراجل هو هتشوف ايه من الامور اللي ممكن تجري بسبب ان هو كمان يعني الامور اللي حصلت كمان نهاردة في التدريب والكاميرات والكلام واللازم منه ده مقلق الراجل شوية وانت تعلم جيدا البرتغاليين بيعرفوا يتعاملوا مع المواقف دي بشكل جاي دي ممكن ده اللي مطمنا ممكن كمان المواجهة هتبقى برتغالية مش من مدربين الصفوة درب اندية صغيرة جدا في البرتغال درب كمان نادي كلوك في رومانيا درب نادي الفيصالي السعودي ولكن انت الراجل ده كارلوس كيروش لا تاريخ كبير جدا من الاحتكاكك على المستويات عليا جدا فبالتالي يعني ان شاء الله يكون عندنا طمأنينة في المباراة ونقدر نستغل نقاط الضعف اللي قلت لك عليها تقلل الاتنين قلبية الدفاع وخط الوسط عندهم لما بيتضغط عليه كتير يا كريم انت بتفقده انت جزر الأمر بيلعبهم بيوسف ماشنجاما اللي سجل الهدف العالمي شاكر الهدهور حارس مارم اللي انتقل لأجكسيون وهوت لسه من يومين فانت بتتكلم عن منتخب ومحمد الفاردو بنو نابهان الراجل ريد ستار بيرجراد رغم من كده وكان عندهم مشاكل كتيرة ولعبهم مستبعدة عملوا عليهم مباراة العمر فبالتالي من مردود المنتخب الكاميروني في المباراة كلها اللهم إلا مباراة جامب اللي سيطروا عليها طولا وعرضا المنتخب الكاميروني أنا مش عايز أقلل منه لأن المنتخب كريم عنده عناصر جيدة ولكن في الموقع حتى شوبه موتنج مش ظهر بالشكل اللي انت بتشوفه بينزل دايق معدودة فانت بالتالي يعني أعتقد بالأداء الجيد اللي احنا عملناه ويا رب ما نرتكنشي للأداء الجيد قوي اللي احنا عملناه في المباراتين السابقتين عشان نقدر نعمل مباراة كويسة أمام كاميرا